السباق الرمضاني بقى وصديقي العزيز جداً اللي هو يعلم مدى محبتي لي السيناريست الرائع دائماً المبهر والذي له نصيب من اسمه باهر دويدار واللي بيخوض السباق الرمضاني السنة دي بمسلسلين والمسلسلين الحقيقة أحلى وأهم من بعض واحد منهم صيد العقارب وده يعني مسلسل مهم جداً أنك أنت تشوفه لأنه مسلسل تقدر تقول لي مسلسل زكي ومصار إجباري وده مسلسل أنا في رأيي من أحلى المسلسلات قولي لي بقى ولن مجموعة العمل فيه رائعة جداً أبطال المسلسل سواء إذا كان عصام أو داش يجننه وستاذ رشد الشامي ده واحد من الناس أنا دايما نقول كده ولسه إيه للكلام ده يمكن أول يوم رمضان أو أول يوم اللي قبل رمضان على طول أستاذ رشد الشامي ده عبقرية فزة في حياتنا في مجال التمثيل والتشخيص لو حبيت تسميها بالطريقة دي ليه بقى أنا عاجبني المسلسل أصلاً بشوفه بصراحة به ليه عاجبني المسلسل بقى لأنه مليان إيه الحاجات اللي هي التويكس الحاجات اللي بتروح فجأة قال بلك الدنيا الله ده أبوهم مطلعش أنه مجرد رجل مات في المستشفى لا ده طلع ميت مقتول يقول له أبوك ميت مقتول ليه بقى لأنهم لما فرغوا الكاميرات داشو الأروبة فرغ الكاميرات فشاف واحد داخل فالرجل بتاع الأمن قال له أنا بشتغل مش عارف بقى ليه كم سنة في المستشفى عمري ما شفت الرجل ده فيه فداشو قال له ده كم من شوية لابس زي عمل نظافة صح ولا إيه باهر أنا كده قدمت لك الدليل أن أنا متابع صح؟ رح صح باب عليك صح أستهل سقف عمل إيه أخبارك إيه كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله صوتك هادي أو تعبان أو منهك أو زعيان شغل كتير جدا وبعدين كنت أقبت معك المستمفى يعني مبسوط من الكلام أنت بتقوله وأنا عجبني جدا المصطلح اللي عوضه على سيد العارف من المسلسلة زكي أسألك ليه شايفه مسلسلة زكي لا دي عايزالها قاعدة دي بقى دي عايزالها قاعدة دي بقى تيجي تنورنا ونقعد بقى كده ونتكلم مسلسلة زكي جدا طيب دلوقتي من باب بقى الإنهاك والتعب أنت مش هقدر أسميها دبست نفسك في مسلسلين في رمضان لكن أقدر أقولك أمتعتنا بأنك أنت مقدم لنا عمليا في رمضان لكن ده شيء صعب هي جات إزاي أنك شلت مسلسلين الموضوع ده غريب جدا أنا السنة دي كان موجود عندي مسلسل واحد خمساشر حلقة مش المسلسلين دول أصلا لا مسلسل مهم جدا جدا تعتبره ربما يكون أهم من المسلسل في مشواري كنت متحمس له جدا تديد فيه من بابري وكتبت فيه خمس ست حلقات ولأنه ظروف التنفيذ المسلسل الشديدة تتعكيد وشديدة الصعوبة مع الظروف الاقتصادية اللي حصلت وظروف العالمية اللي حصلت وكده تم تأجيل المسلسل ده كان هيبقى عن إيه؟ خلينا نتكلم فيه بعد مسلسل الموضوع معقد جدا لا لقطة طايرة كده بس لا تطايرة ما تحرق ليش حاجة يعني عن صنائية التطرف والإلحاد اللي لو قلنا الموضوع حلو ده جدا جدا يعني بالبساطة كنت عايزين نقول أنه الاتنين دول هم واجهين لعملة واحدة أنه التطرف في هذا الاتجاهة والتصارف في هذا الاتجاهة أنت عارف أن أنا قابلت ناس كانت متطرفة فكريا ودينيا إلى أبعد حد ثم ألحده وألحده بتطرف يعني هو ده كور المسلسل يعني ده محتوى المسلسل أنه فيه كده أنه أنت لما تروح لأقصى التطرف في هذا الاتجاه وارد جدا أنك تروح كرد فعل لأقصى التطرف في الاتجاهة الآخر لأنه الشخصية المتطرفة مالهاش علاقة بالفكرة التي بتتناولها أو بتعتمقها أكثر من هي بتبقى شخصية حدية جدا جدا صح الله ينور عليك فمسلسل فلسفي وصعب ومعقد وكد شقيان فيه وبعدين وقفلوا ظلوف خارج عن إرادتنا ومحبط أنا جدي وخلص الموسم يعني خلص عليه العضو منه العضو دي تاني سنة عضو الثاني سنة كنتش فرز وجالي مكالمتين بينهم حوالي خمسة وعشرين دقيقة مكالمة طلب مسلسل للنجمة جاد عبد رازق ثم بعدها خمسة وعشرين دقيقة مكالمة من الصديقة العزيزة دينا كرايم بتقول لي أنا عايزة مسلسل بطولة شبي بينهم خمسة وعشرين دقيقة في عز الإحباط أوكي تبتديت أشتغل أنا الفكرتين دول فكرة مصاري كباري والساكري أوفيس الصدر العارب موجودين عندي من أبل كد شغال عليهم من أبل كده واحدة من 2014 وواحدة من 2015 كل ملاقي نفسي فاضي أطور فيهم شوية وشيلهم عرضت دي هنا ودي هنا أنا برضو ما عنديش أمل أن المسلسلين يعني يمشي حالهم أنا باشعوا خلص ربنا عايز كده آه هنا توافق وهنا توافق هنا مضينا وهنا مضينا هنا بسيطة كرايم باكتب وهنا بسيطة كرايم فكان عبء كبير جدا في المرحلة الأولى في مصاري إجباري أنا عملت قدمت الفكرة ثم بعد كده المعالجة التفصيلية ثم عملت تتابع للخمساشر حلقة ثم كتبت أول خمس حلقات وجات نادين خانو كتبت الخمس حلقات وعدلنا وبتاعه وصلنا للنسخة الفاينت وهكتب بقى العشر حلقات التاليين حصل إنه تخلنا في مرحلة زمنية من الموسم بقى الموضوع صعب والناس كلها توترت سواء في المشروع ده أو المشروع ده فتم الاتفاق بشكل ودي بيني وبين الأستاذ دينا كرايم والأستاذ إيمانات ربيع إنه أنا هكتفي بإن أنا عملت المعالجة والتتابع بتاع الحلقات وكتبت بخمس حلقات الأولى ويتم الاستعانة بأي حد من الثملاء يكمل بعد كده وإذا احتجتوني في حاجة كماعة أنا موجوده وبالتالي تم الاستعانة بزميلي الصاد المحترم للأستاذ أمين جمد كلموه والراجل مشكوراً يعني احترماً لأداب المهنة صلبني بالتليفون الأول أقول لأ أمين ده أنت وجودك يصري المشروع وكده وتوكل على الله وهو استعان بالضمل أمينة باوي ومحمد محرس وكملوا هم الرحلة وأنا تفرزت بالفزع لكن ما كانش دي الخطة والله خالص يعني ده كان إحنا كنا قبق أو سنة وقدنا أني مبقى مش موجود في الموسم أصل لا خالص لازم تبقى موجود بالعكس ده إحنا بختنا المرة دي بعملين زي ما يقولوا كده في الجملة المعتادة السبق الرمضاني أنا بشوف رمضان السنة دي رمضان حلوة حلاوة لأنه متعب أنت تبقى محتار هتتفرج على إيه إمتى لأنك عايز تتابع مش بس بتبص على رمضان وبعدين تختار بقى هكمل معاني مسلسل الحقيقة أنه كل المسلسلات فعلا تستحق أنها تتابع بجد يعني حاول لك يعني الحقيقة السنة دي وده مجهود يعني تشكر فيه شركة المتحدة بلجنة المحتوى الدرامي مستدعولها الشرقي كل القائمين على المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة إنه كان عندهم من الوعي من باتري جدا هم بيختاروا المشاريع اللي يقدموها إنه تبقى المشاريع مش شبه بعض خالص يعني أنت تبقى كل الألوان ممثلة كل أطياف الدرامي ممثلة كل الفئات العمرية للنجوم ممثلة فعندنا بوكين فعلا متنوع إحنا كنا افتقدنا الحكاية يبقى لنا كتير إنه تقريبا بتلاقي نص المسلسل كده شبه بعض يعني هو مسلسل واحد بتجليات مختلفة فاهم كل واحد عمله بطرقته لكن هو نفس لا السنة دي مش كده لا السنة دي فعلا رمضان ممتع ممتع جدا يعني جدا هشوفك إمتى أستاذ أنت تؤمر لا العفو أنت اللي تؤمر طبعا أنا أخلص يعني ممكن أخلص على نص رمضان نص التاني في رمضان عارف أنت الجملة بتاعت الأربعينات يقولك أنا أتيلك أنا مستنيك خلص وهتلاقيني أعمال بزن 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 لحد ما نتقابل لا ده أنا لا تشرف تعارف أنا أحبك وأقدرك قد إيه يعني ربنا يخليك يا رب أشكرك جدا 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 مؤلفنا وكاتب السيناريو الرائع دائما باردو